موسيقى السلام عليكم طلبة الصفر الثالثة المتوسط في درس مكثف لمادة الكيمياء ونتحدث الآن عن الفصل التاسع الذي هي الزمرة التاسعة وتسمى بزمرة الهولوجينات التي تحتوي على خمسة عناصر في هذه الزمرة التي تبدأ بالفلور والكلور والبروم واليود والأستاتين وتكون جميع هذه العناصر لا فيلزية وتشابه في الكثير من الخواص الفيزيائية والكيميائية ولكن تختلف في بعض الخواص وتسمى بالهولوجينات والهولوجينات يعني مولد الملح لذلك عندما يتحد اللافلز مع الفيزي يكون ملح مثل اتحاد الكلور مع الصوديوم يكون ملح كلوريد والصوديوم إذن هذا ما يتعلق بالعناصر وخواصها أنتقل إلى صفات العامة لعناصر هذه الزمرة تحتوي عناصر هذه الزمرة في غلافها الخارجي على سبعة الكترونات وتحتاج إلى اكتساب إلكترون واحد لإشباع غلافها الخارجي لوصول إلى حالة الاستقرار المشابهة لحالة الاستقرار للعناصر النبيلة الموجودة في الزمرة الثامنة وأيضا تكون عناصر هذه الزمرة في حالات فيزيائية مختلفة مثلا الكلور والفلور تكون غازات والبرومسائل واليود صلب تكون عناصر هذه الزمرة ملونة ذلك لأنها تمتص جزء من الأشعة الساقطة عليها وأيضا تكون درجات انصهار وغليان هذه العناصر تزداد بزيادة الأعداد لذلك هذا كل ما يتعلق بالصفات العامة أنتقل إلى عنصر يمثل هذه الزمرة وهو عنصر الكلور الذي يكون رمزه الكيميائي سيئل وعدد الكتلة له 35 والعدد الذري 17 أجي هنا أوضح الترتيب الألكتروني لعنصر الكلور على أسبورة أمامك أحبتي الطلبة حتى تكون واضحة ونبدأ نكتب بكتابة العنصر أو رمز عفوا الكلور أنا بعدني على العناصر الأخرى هكتب السيئل اللي هنا أنا عدد الذري 17 وعدد الكتلة هو 35 نحن نرسم هنا عندي أحتاج للقلم الأحمر حتى أهمنا يوضح لي الألكترونات إذا أبدأ برسم النواة تحتويلي على البروتونات إذا قد عندي أهنانا 17 بروتون بروتون الموجب وعندي 18 نيترون اللي هو متعادل الغلاف الأول يأخذ دائما قلنا ألكترونيا خلي هنا أوزع الألكترونات خلي أوزع الألكترونات خلي أكتب أوزع الألكترونات وأكتب رمز الغلاف إذا صار عندي ألكترونيا في الغلاف الأول رمزة K إذا هنا رمزة K زين أجي أرسم الغلاف الثاني وإجقدة يأخذ ثمانية إحنا دائما متعودين يأخذ إجقدة ثمانية ألكترونات هذا الغلاف الثاني أجي أوزع الألكترونات عليها حتى يكون عندي إجقدة صار عندي هنا عشر ألكترونات يبقى سبعة ألكترونات في الغلاف الأخير اللي هو الغلاف الثالث هذه ألكترونيا هنا كل ألكترونيا مع بعضهم على موجعة على أجزاء الغلاف أو المدار شو المطلق عليه صار عندي عشرة ألكترونات أكتب رمزة هو K L الثاني إذن هذا الثاني رمزة L رمز الغلاف وأيضا أنتقل إلى الغلاف الثالث اللي رح يكون عندي اللي هو فيه يحتوي على سبعة ألكترونات موجودة في الغلاف L اللي هو غلاف M إذن دعني أوزع الإلكترونات هاي اثنين هاي اثنين أربعة ستة وهذا سبعة سبعة ألكترونات أجي أكتب رمز الغلاف شنو؟ أم إذن هنا أم كابتل لتر إذن هذا الترتيب الإلكتروني اللي يعنصر الكلور إذن أنتقل إلى وجودة وتحضيرها مختبريا وصناعيا إحنا كنا نعرف أن الكلور هو من المركبات الفعالة ولا يوجد حرة في الطبيعة ولكن يوجد متحداً مع غيرهم من العناصر مكوناً عدة مركبات واسعة الانتشار ومن أهمها كلوريد الصوديوم الذي يكون في الماء البحر وأيضاً في ترسبات ملحية تحت سطح الأرض هذا ما يتعلق بوجوده تحضيره يحضر مختبرياً ذلك من أكسدة غاز كلوريد الهيدروجين في الهواء بوجود ثنائي أكسيد المنغنيس عفواً بأكسدة حامض الهيدروكلوريك وليس غاز كلوريد الهيدروجين بالإضافة إلى ذلك هنا سأكتب المعادلة وأشرح تحضيره صناعياً بشكل سريع لأن الوقت لا يكفيني في هذه المحاضرة خلي أكتب السؤال خلي أكتب السؤال السؤال كيف يحضر غاز الكلور مختبرياً أبدأ بالمعادلة هنا قلنا أكسدة حامض الهيدروجلوريك HCl زائداً تنائي أكسيد المنغنيس MnO2 راح ينطيني المثلث اللي هو يدلع له ينطيني Mn MnCl2 زائد H2O H2O زائد CCl2 هذا سهم الغاز إذن أجي هنا لموازنة المعادلة أحبتي الطلبة لاحظ إذن لاحظ إحنا الهيدروجين صار جد 2 إذن لازم هنا أضرب شنو HCl خلي نلاحظ أخذ غير موازنة حتى أقرب لك الصورة عند HCl هنا واحد هنا صار 2x2 4 إذن أضرب الأجسئل ببيش بأربعة حتى تكون واضحة عندك شون بديت بالموازنة زين هذا هنا صار عندي الهيدروجين أربعة إذن لازم أضرب وين الماء في 2 صار عندي أربعة إذن توازنت المعادلة أعيد لك الموازنة عزيز الطالب بديت بالأكثر السيئل جد شان واحد هنا صار عندي 2x2 أربعة جيت ضربت الحاموض ببيش بأربعة صار عندي الهيدروجين أربعة هنا عندي اثنين أضربتها في اثنين صارت المعادلة متوازنة أحبتي الطلبة زين ننتقل إلى تحضيرها صناعيا يحضر بطريقة التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد السوديوم في الماء أو لمنصهر كلوريد السوديوم المعادلة خلق أكتب لك المعادلة حتى تكون أيضا نعم هنا عندي المعادلة أيضا هذا تحضير صناعيا إذن NA CL ينطيني NA زائل CL2 هنا CL2 همنا هات كانت 1 إذن صارت 2 إذن لازم أني إذن أضرب 2 هنا وهنا الصوديوم صارت 2 إذن أضربها بـ 2 إذن المعادلة توازنت أحبتي الطلبة أيضا هنا شنو هذا السهم يشير إلى أنه اتحرى الغاز الكلور ننتقل إلى استعمالات غاز الكلور أحبتي الطلبة الكلور استعمالات عديدة منها في تعقيم أحواض السباحة ومياه الشرب وأيضا يدخل في بعض العقاق في تركيب بعض العقاقير الطبية وفي أيضا تركيب الكثير من المذيبات العضوية مثل رباع كلوريد الكاربون وغيرها من المذيبات العضوية الأخرى بالإضافة يستخدم في قصر ألوان الأنسجة النباتية وذلك بتفاعل الكلور مع الماء ببطء بوجود أشعة الشمس ومن خلال تفاعله مع الماء سيتكون الأوكسجين الذري الذي يكون فعال والذي يستخدم في مادة عملية التعقيم وعملية القصر خلي نكتب تعليل في هذا وأذكر نقطة أخرى حتى قبل ما أكتب التعليل وإيضا يستخدم في قصر الألوان الملابس القطنية بصورة خاصة ولا يستخدم في قصر ألوان الملابس الصوف والقطن الطبيعي والحرير وذلك لأنه يتلفها عفوا قصر الصوف والحرير الطبيعي إذن أكتبت علل هنا هذا التعليل نعم هذا التعليل اللي مهم جدا أيضا سؤال أعلل يستعمل الكلور في قصر ألوان الأنسجة النباتية وفي التعقيم الجواب هنا لأنه غاز الكلور لأنه غاز الكلور يتحد مع الماء محررا الأكسجين في حالته الذرية الذي يقوم إزالة ألوان النباتية وقتل الجراثيم للتعقيم حسب المعادلة الآتية راح نكتب الماء ه تو زائد سي أل تو انطيني ألوان هنا زائد هذا الأكسجين إذن هنا عندي سي أل واحد إذن اثنين هنا هنا واحد أضرب الاج سي أل بي ثنين لأن الهيدروجين هنا أيضا اثنين عفتت توازن المعادلة أحبتي الطلبة هذا ما يخص غاز الكلور أنتقل إلى أحد مركباته هو غاز كلوريد الهيدروجين وأيضا يحضر غاز الهيدروجين في المختبر من تفاعل حامض الكبريتيك كلوريد السوديوم أيضا كما في المعادلة الآتية رح أوضح المعادلة وأن خلي نكتب السؤال هنا ننتقل إلى السؤال سؤال سؤال وخلي نستفاد من الصبر هنا سؤال حضر غاز كلوريد الهيدروجين مختبريا إذن المعادلة عندي كلوريد السوديوم نايل نايل زائد أجتو أس أو فور حامض الكبريتيك رح ينطيني شنو إذن هذا التسخين هنا عندي المثلث وأجيب هذا الأج سي أل شبك عندي شبك عندي هذا الغاز تحرر نايل أج أس أو فور كبريتات الصوديوم الهيدروجينية هذه اللي تكون لي من خلال هذه المعادلة إذن أحبة الطلبة هذا ما يخص تحضير غاز كلوريد الهيدروجين خلي نعرف كيف الكشف عنه يتم الكشف عنه وإحنا ذكرناه سابقا في الكشف هي طريقة نفسة للكشف عن غاز الأمونيوم وذلك بتفاعل غاز كلوريد الهيدروجين مع غاز الأمونيوم يتكون مادة أو نلاحظ تكون أبخرة بيضاء تدل على تكون كلوريد الأمونيوم كما في المعادلة أيضا الآتية السؤال عندي كيف يتم الكشف سؤال كيف تم الكشف الكشف عن غاز كلوريد إذن نكتب المعادلة هي توضح هذا الكشف قلنا نفعل NH3 زائد H CL هو الغاز إذن ينطيني NH4 هو كلوريد الأمونيوم مادة ضبابية بيضاء إذن هذه هي المعادلة التي تعرفنا على الكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين وقلنا هي نفس الطريقة للكشف عن غاز الأمونيوم أنتقل إلى الكلوريدات وهي تم تعريفها هي مركبات لحامض الهيدروكلوريك وذلك ناتجة أو تنشأ نتيجة إحلال فلز أو جذر الأمونيوم محل هيدروجين الحامض كما كما في المعادلات الآتي أيضا رح أخذ خلي نكتب معادلتين مال الفلس ومال الأمونيوم جيد خلي نكتب العنوان خلي أكتب العنوان عزائي الطلبة عندي الكلوريدات إذن هذه الكلوريدات زين خلي نكتب تحضيرها زين المعادلات قلنا شونا نحضرها هذا الفلس قلنا حلال فلس أو جذر الأمونيوم خلي نكتب الفلس أمجي زائدا شنو أج سي أل رح ينطيني سي أل تو زائد الأج تو خلي نجي للمعادلة السي أل تان واحد صار اثنين والهيدروجين صار اثنين إذن أضرب هنا في اثنين حتى هنا اثنين في واحد اثنين وهذا الكلور أيضا اثنين في واحد يصير اثنين إذن توازنت هذا مال إحلال فلس نجي هيدروكسيد أن أج فور أو أج زائد الأج سي أنا رح يكون لي ملح أن أج فور سي أل زائد أج تو أو زائد أج تو أو هذا المعادلة هي متوازن نما تحتاج إلى موازنة إذن هذا الكوالي الهيدروجين وهنا الماء في المعادلة الثانية إذن هذا ما يخص تحضير الكلوريدات وتعريفها يبقى عندي نقطة وحدة توضح كيفية الكشف عن هذه الكلوريدات نستفاد من عدم دوابان كلوريد الفضة في الماء وبذلك بإضافة محلول نطرات الفضة إلى الكلوريدات أو إلى محاليلها وبذلك يتكون راسب من كلوريد الفضة ومن خلال المعادلات أيضاً الآتية سؤال أيضاً هذا السؤال مهم أيضاً في الكشف وبذلك نكتب المعادلة هي توضح كل شيء نعم زين هنا سؤال هنا كيف تكشف عن الكلوريدات هنا جواب رح يكون عندي واضح دعنا نكتبها كتابة يتم الكشف بإضافة محلول نترات الفضة إلى محاليلها نعم مثل مثل محلول نأي سيال كلوريد الصوديوم محلول حامل الهيدرو كلوريك إذن هو حيث يتكون راسب أبيض وهو كلوريد الفضة كما في المعادلتين إذن نكتب المعادلات أحبتي الطلبة هنا قلنا نأي سيال أول معادلة نأي سيال زائد اي جي ان او ثري رح يكون تبادل تنائي هذا يسميه إحنا لا نذكر للتفاعلات أو أنواع التفاعلات يكون عندي قلنا اي جي سيال هذا الراسب تكون وعندي ان اي ان او ثري ان اي ان او ثري نترات هذا هنا راسب اللي قلنا عليه أبيض إذن المعادلة الثانية أحبتي الطلبة عندي هذه المعادلة اللي تكون معها شنو معها اي جي سيال مع النترات أيضا اي جي ان او ثري رح يكون لي عندي اي جي سيال وحامض النتريك زائد اي جي ان او ثري وهذا الراسب ايضا هذا السهم مالته وراسب ابيض اذا هذه هي طريقة الكشف عن الكلوريدات خلينا نسوينا مراجعة سريعة لما كتبنا وشرحنا على السبورة بشكل سريع حتى نستفيد من الوقت قلنا عندي هذا الفصل هو الفصل التاسع العناصر الزمرة السابعة تسمى هذه الزمرة بزمرة الهولوجينات وذلك ليش تكون جميعها ذلك الهولوجين شنو هو مولد الملح اثنين انه هذه العناصر هي شنو تكون كلها لا في الزات وتكون فعالة وذلك لا توجد حرة في الطبيعة بل توجد متحدة مع غيرها من العناصر واخذنا عنصر الكلور اللي يمثل او ينتمي لهذه الزمرة واخذنا ترتيب الالكتروني الى عدنا عدد الذريج قد 17 وعدد الكتلة 35 وزعنا الالكترونات على الاغلفة الخارجية الغلاف الاول اخذ 2 والغلاف الثاني اخذ 8 والغلاف الثالث 7 وبذلك تقوم باكتساب الالكترون 1 للوصول الى حالة الاستقرار المشابه للعناصر النبيلة سين هنا اخذنا تحضيره قلنا يحضر من تفاعل حامض حامض الهيدرو عفوا من اكسادة حامض الهيدروكلوريك مع غاز ثنائي عفوا مع ثنائي اوكسيد المنغنيس وهنا ثنائي اوكسيد المنغنيس يكون كعامل مؤكسيد وليس عامل مساعد اشلون ذلك عند هذا الغاز المتحرر للتخلص من غاز اجسي والماء اللي بين قوسي انكاتب الرطوبة تمرر على قناني تحتوي على الماء وحامض الكبريتيك وبذلك انه نلاحظ انه حامض عفوا من اكسيد المنغنيس يستهلك اثناء التفاعل ولا يسلك سلوك عامل مساعد بل يستهلك ويسلك سلوك عامل مؤكسيد اذا حبتي الطلبة وهذا تحضيره صناعيا انه حامض عفوا كلوريد وصوديوم يتحلل بالتحليل الكهربائي في الخليل الكهربائية الى الصوديوم فلزو الصوديوم وغاز الكلور اذا يتبقى عندي الاستعمالات انا اخذت نقطة واحدة وركزت على سؤال منها انا قلت عليهم انه يكون كمعاقم للمياه الشرب ولياحواض السباحة ويدخل فيه العقاقير الطبية والميذيبات العضوية وقصر الالوان الانسجة النباتية اللي هي هاي النقطة ليش قصر الالوان الانسجة النباتية وفي التعقيم ذلك لان الكلوري التحد مع الماء محررا الاكسجين في حالته الذرية الذي يقوم بازالة الالوان النباتية وقتل الجراثيم احبتي الطلبة ولتعقيم حسب المعادلة الاتية هذه المعادلة اذا وايضا حظر غاز الكلوريد الهيدروجين مختبريا كلوريد السوديوم ون اي سيال زائد حامض الكبريتيك اتش تو اس او فور كولي الغاز مع كبريتات السوديوم الهيدروجينية احبتي الطلبة اهنان اذا انا انا وضحت لك كيف تحضيرها مختبريا لكن كيف يتم الكشف عنه خليه اشوف انا قلت هذه الطريقة الكشف ذكرناها في الكشف عن غاز الامونيا في الفصل السابق وان قلنا تفاعل تفاعل غاز الامونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين كواللي مادة ربابية بيضاء هي كلوريد الامونيوم دلالة على الكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين ننهي درسنا اللي هذا اليوم احبتي الطلبة نتمنى لكم معلومات اوفر في دروس قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة